هكذا انهار مبنى بلاسكو التجاري في طهران عام 2017 خلال محاولة إخماد حريق عرضي مخلفاً 26 قتيلاً ومئات الجرحى وهذا مشهد انهيار مبنى ميتروبول التجاري بمدينة أبادان والحصيلة عشرات الضحايا حوادث يقول المهندسون انها ترجع الى سوء التنفيذ وعدم احترام معايير السلامة اللازمة قبل وبعد الانشاء مسئولية المباني التي تنهار لا يمكن تحميلها لجهة واحدة لان قطاع البناء تتداخل فيه مسئوليات عدة جهات منها البلدية والمهندسون والمشرفون ومالك المشروع ومعايير السلامة كل هذه المجموعة مترابطة فاذا حدث اي خلل في اي جزء فانه يؤدي الى الكارثة وتشير احصاءات منظمة الدفاع المدني الايرانية الى وجود الاف المباني غير الامنة على امتداد ايران في طهران وحدها حوالي 33 الف مبنى غير امن منها 3500 مبنى خطر ونحو 130 مبنى شديد الخطورة واعتبروها قنابل موقوتة يمكن ان تؤدي الى كارثة في حال وقوع زلزال او حريق يجب احصاء المباني غير الامنة واعادة اهيلها حسب الاولويات او هدمها واعادة بنائها من جديد وان لا فلنستبعد حصول كوارث جديدة يجب اصلح هذا القطاع من اساسه وعلى الجهات المعنية ان تؤدي وظيفتها على اكمل وجه لتفادي حواليثا مثل ما حصل في ابدا ومع تصاعد الانتقادات بشأن ما يوصف باختلالات في قطاع البناء دعت السلطات الايرانية الى البحث والحصر الفوري للمباني المتهالكة في عموم البلاد خاصة في العاصمة طهران ومطالبة اصحابها باعادة تأهيلها او هدمها في ظل تساؤلات عن درجة الامان والمعايير المتبعة في المباني قيد الانشاء تبدو هذه المباني حصينة وسكانها آمنين لكن توالي حوادث الانهيارات كشف عن وجود آلاف المباني غير الآمنة على امتداد البلاد وضع عزز المطالبات بتعجيل الترميم واتخاذ اجراءات لتفادي حدوث كوارث جديدة عبد خارق الحمداوي تارت عربي طهران